السلام عليكم مشاهدين الأعزاء مرحبا بكم معنا فيديو جديد نقدم فيه إن شاء الله كوكتيت الفواكين المعروب البانرشي سوف نحتاجه في الاناناس برتقال مونغ فرمبواز حمر خوخ مزاح موز شهدية تفاح الفراولة الكيوي والفرمبواز الأسود لتزين بالنسبة للأفوكا سوف نحتاجه اللوز والقرقيع الجوز والزبيب والتمر مطحون بسم الله نقطع الفواكين ها هي بعدما قطعناها قطعناها طريفات صغار مباشرة سوف نضعها داخل الخلط مباشرة وهنا ستعملنا طمر المعسل باش نحليه وتنوضعه جميع الفواكين ودرناه بالقشرة دياله باش نستفده بالقشرة ونضيفه ونضيفه عصير البرتقال والماء 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 بالنسبة للماء بالنسبة للماء والماء والماء ونضيفه كمية البرتقال ونضيفه البرتقال ونضيفه كمية أتحن تحن المطحونة و تحصل على العصر لا يجاريش بزاف أول تبارك الله بالنسبة للأفوكا بعد أن نقيتها و أحدنا العلفة قطعنا قطع صغيرة و تنضعها داخل الخلاط و نضيفه لها عصير البرتقال مع اللوز و الجوز أي القرقاع بعد ما تحنناه من قبل و نضيفه الزبيب و الطمر المطحون المعروف جنوب المملكة المغربية بتاكا أو الهريسة و تيتكال مباشرة مع الحليب أو اللبن و تنستعمله للتحلية و نضيفها و نضيفه وضع الشرائح ديال الكيوي داخل الكأس اللي تزيل وتنقبول العصائر يعني في وقت واحد يعني تنخويه وتنردو البال يعني باش يكون متساوي تتخويه من اللابوكا ومن العصير ديال الفواكه يكون متساوي على تشكل يعني وتتاخد الكأس اللي عندك على حسب تزيل اللي بغيتي يعني احنا تزيلنا بالكيوي ممكن تزيل يعني تزيل على طريق بالفرياز يعني كل واحد واش ميته يبغي وهنا درنا هذا ديال الفواكه التحت وتنحركوه باش تقد يعني في الكاسر وتنضيفو العصير الثاني باش اعتقد نضرها دي وتنزيلوهم يعني ها هما الموجودين بتزيل كؤوس يعني زيب الفراولة والجوز والفرومبوز اسود فريز وتنرفقوه بحلوة ومرحبا بكم على الى فيديو لاحق ان شاء الله وما تنسوناش بالاشتراك والتعليقات والاعجاب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة